اتعرفت بقى على ادم ازاي بوسي انا كنت ام صاحبة مروان صاحبه انا عارفة ان الموضوع غريب مبعد حوار التوأم ده فهو اكيد غريب بس بصراحة على طول كنت احسن في حاجة بيني وبين ادم بس كنتش متأكدة ويلي حصل بقى اللي خليك تتأكدي يعني اتأكدت وخلاص ده المهم يلا بس يا غريبة شوية برضو انها محكتلكش عن الموضوع ده الشاي هاوي شرين دي اه منعيت المرجو ايه ايه يا حبيبي ايلا اخبر انا تمام الحمد الله مش يلا بقى ليه لو صمحت موك احساب لا يبقى ايه 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 يا ابني فيه ايدا لا ده لسه تحلاوه انا محب شدك الله 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 شعر بيها طيب بليز موك نشيل ايدك من علي ايه دا امي مش عايزة امشي ما تخلي نعذن شوية طيب بليز ما تبس بقى يا ابن انت ايه 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 انا محبتش اخرج معاه في اي مكان ماعليش يبقى اخرج مع صحابته لوحدكم المرة الجاية صحابته ايه انت بتقول ليه يا شرين انت اللي بتعمل ايه يا ادم انت مشوفتش نفسك كنت عامل ازاي انت مركزتش معايا ربع تركيزك معايا شرين ممكن تسمعيني تسمعني انت بقى عشان دلوقتي اتعكدت من اللي قدري يقاله بالذات لما شوفتك بتبص لها زي ما كنت بتبص لي لما كنت مع مروان فاكر شكلك بتحب الجو دا الجو ايه انا حزيبك لوحدك عشان تختاري بس هني هنا اختار ايه اختار واحدة فينا اشتركوا في القناة